ونبقى في مصر التي تتجه نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية لكن لن يكون هذا المبتغى ممكنا من دون رفع القيود على الواردات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد هذاني الشرطان كان من بين حزمة الإصلاحات التي نصح بها صندوق النقد الدولي وربط تنفيذها بدعم مالي قدره ثلاثة مليارات دولار إفاء بوعودها رفعت الحكومة المصرية قيدا أساسيا على الواردات وألغى البنك المركزي قرارا أصدره في فبراير الماضي كان يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات وعلّل البنك المركزي هذا القرار الأخير أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة عمليات الاستيراد أثر هذا الشرط قبل إلغاءه بالطبع شكاو من الشركات والمؤسسات والمستوردين وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة ومن أجل الحصول على دعم مالي مدته 46 شهر من صندوق النقد كان لابد للحكومة المصرية من تحديد أنشطة اقتصادية تنسحب منها الدولة من هذا المنطلق وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة تتعلق بسياسة ملكية الدولة الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في قطاعات اقتصادية أوسع من مجالات الاستثمار وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن الوثيقة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فراص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات وكذلك الصادرات وقسمت الوثيقة ملكية الدولة إلى ثلاثة قطاعات أحدها سترفع الدولة يدها منه خلال ثلاث سنوات والثاني تقلل الدولة من وجودها وقطاع ثالث تتوسع فيه وعليه سيتم التخلص من 62 نشاطا اقتصاديا مع تثبيت 56 نشاطا أو تخفيض الاستثمارات الموجهة له زيادة على تثبيت 76 نشاطا أو زيادة الاستثمارات الموجهة لها اشتركوا في القناة